هذا السماء بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على عقيلة بني هاشم ومفخرة آل أبي طالب زينب بنت أمير المؤمنين سلام على شيعة آل محمد وأنصار الحجة بن الحسن سلام عليكم جميعا ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الخامسة والثناثون يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرهم في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء السادس عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي تم الكلام في الحلقات المتقدمة في معالم هذا المذهب الضال ووعدتكم أن أحدثكم بخصوص الملابسات التاريخية المحيطة بنشأة هذا المذهب لكن سؤالا ضروريا جدا يطرح نفسه هنا الجواب على هذا السؤال سيوصلنا إلى البحث التاريخي إلا أنني أعتقد أن كثيرين منكم يطرحونه يطرحون هذا السؤال إذا كان الطوسي فعل ما فعل بنا أضل الأجيال الماضية ولا زال ضلاله يتواصل عبر حوزة النجف وكربلاء وعلى أيدي مراجعها العظام كما يصفونهم لأنهم عظام عظام في سفاهتهم وإلا ما هي عظامتهم وهم جهال وجاهلون وجاهلون لا يعرفون على أي منهج هم يسيرون يسوقون أنفسهم ويسوقون الناس معهم إلى متاهات الضلال ولا أعتقد أنهم سوف يرعوون ويعودون إلى جادة صواب إنهم مصرون على أن يستمر في ضلالهم الطوسي هذا السؤال هنا أين إمام زماننا الحجة بن الحسن من كل هذا أين هو لماذا ترك الطوسية وأمثاله يعبثون بالشيعة الجواب بإيجاز ثم أدخل في التفاصيل إذا كانت الشيعة راضية بما يفعله الطوسيون فإن الإمام لا أقول لا يتدخل فإن الإمام لن يتدخل ولن للنفي التأبيد ولست أنا الذي أحدد وظيفة الإمام إنما هذا واضح من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق معارف معارف أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم فضلا عن الواقع الذي عليه الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا واقع كبول البعير الساعة التي تأتي أسوأ من هذه الساعة التي نحن فيها وهكذا تجري ساعات أعمارنا وأيام حياتنا نحن الذين ندعي أننا متدينون بدين حوزة النجف إنه دين الضلال والصفاقة وسفاها دين البتريين والمرجئين السفهاء هذا هو الذي جنيناه من الطوسي والطوسيين سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة على الذي فعلوه بنا وفعلوه بالأجيال الماضية ولزالوا يفعلونه فهم مصرون على أن يستمروا على تفاهتهم وسخفهم وقذارتهم وحقارتهم وطفاستهم هذا الأمر واضح جلي جدا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لن يتدخل في واقع دنيا الشيعة ولا في واقع دينهم مدام الشيعة فرحين بما عندهم وكل حزب بما لديهم فرحون هذا الجواب الإجمالي أما التفصيل سيأتينا متلاحقا متتابعا في هذه الحلقة أبدأ بلقطة من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي هذا هو الجزء الثاني من سرائر ابن إدريس الحلي المتوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين بعد الأربعمائة ابن إدريس هكذا كتب في كتابه وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له أنا لا أريد أن أتحدث عن المسألة الفتوائية وإنما أذهب إلى أهم جزء في الحكاية لأجل الاعتبار بها وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له وذكر فتوى ذكرها هذا الفقيه الشيعي كشف عن اسمه والقائل بهذا هو السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي رحمه الله كان معاصرا لابن إدريس لكنه توفي قبله هذا هذا هو السيد حمزة ابن زهرة الحلبي من علماء سوريا عاش رتحا من الزمن في العراق ولكنه قضى أكثر حياته في الشام في سوريا في حلب إنه أبو المكارم حمزة ابن زهرة الحسيني الحلبي المتوفى سنة خمسمية وخمسة وثمانين للهجرة ابن عدريس توفي سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة ابن زهرة هذا هو صاحب كتاب الغنية وهو كتاب معروف في الوسط الفقه الشيعي غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع هذا هو اسمه الكامل ويشتهر بعنوان الغنية يقولون كتاب الغنية لابن زهرة هو غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وهو أيضا في هذا الكتاب ربما أشكل على الطوسي لكن ليست بالطريقة التي أشكل بها ابن عدريس الحل في السرائر على أي حال فابن إدريس ينقل عن كتابه الغنية ينقل كلاما هذا الكلام ذكره الطوسي في كتابه المبسوط وهو كلام أبي حنيفة فتوى أبي حنيفة فتمسك بها ابن زهرة في كتابه الغنية ترتبط بأحكام الزكاة ابن عدريس يقول شاهدته ورأيته شاهد من شاهد صاحب الغنية ابن زهرة شاهدته ورأيته حينما جاء إلى العراق لأنه قضى ردحا من الزمن في العراق شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ في أن تبنى فتوى أبي حنيفة التي تخالف ما عليه الشيعة أي تشيعة إنه مشيحة طوسي فاعتذر رحمه الله بأعذار غير واضحة وأبان بها أنه ثقل عليه الرد ثقل عليه رد ابن إدريس يقول إن أعذاره ما هي بأعذار وإنما ثقل عليه أن أشكل عليه وأن أكشف عيبه في هذه الفتوى فاعتذر بأعذار غير واضحة وأبان بها أنه ثقل عليه الرد ولعمري ولعمري أن الحق ثقيل كله ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه ذكر ما يرتبط بالفتوى التي أفتى بها وفقا لأبي حنيفة لا أريد أن أدخل في كلام الفتوى حتى لا أكون مضطرا لشرحها ابن إدريس يعلق يقول وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهات وإنما كانت مشورتي عليه أن يطالع تصنيفه وينظر في المسألة ويغيرها قبل موته لألا يستدرك عليه مستدرك بعد موته فيكون هو المستدرك على نفسه فعلت ذلك علم الله شفقة وسترة عليه ونصيحة له لأن هذا خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيخنا أبو جعفر قد حقق المسألة في مواضع عدة من كتبه إلى أن يقول وإنما السيد أبو المكارم رحمه الله نظر إلى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة في مبسوطه في مبسوط الطوسي كتابه المبسوط فظن أنه مذهبنا فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق إلى آخر ما قاله ابن عدريس وجه العبرة واضح لا شأن لي بالطوسي ولا شأن لي بابن عدريس إنما هذا ابن زهرة تبنى فتوى أبي حنيفة في مسألة من مسائل أحكام الزكاة ضمن مسائل المزارعة في باب المزارعة تبنى فتوى أبي حنيفة وهو لا يعلم أنها فتوى أبي حنيفة أخذها من المبسوط من كتاب الطوسي وهكذا تسرب إلينا جميعا ما تسرب من الضلال من تفسير الطوسي ومن عقائد الطوسي ومن فتاوى الطوسي ومن منهج الطوسي حتى أصبحنا طوسيين بامتياز حينما نبه ابن إدريس ابن زهرة على خطأه لم يستجب عنادا مكابرة وإلا فكلام ابن إدريس كان صحيحا بإمكانه أن يتأكد من هذا الموضوع إذا ما راجع كتاب المفصول فإن الطوسي قد بين في كتبه من أن هذا الرأي يعود إلى أبي حنيفة لكن العنادة والمكابرة دفعت بابن زهرة أن يبقي فتوى أبي حنيفة في كتابه على أنها فتوى من فتوى دين محمد وآل محمد كما يدعي كما يدعي ابن زهرة هذا مثال بسيط مصغر وفي الحقيقة ما هو ببسيط ولكن بالقياس إلى منهج كامل لمذهب كامل مراجع النجف الآن إن لم يكونوا سابقا يعرفون حقيقة المذهب الطوسي في هذه الأيام قد عرفوا هذه الحقيقة وبإمكانهم أن يتأكدوا بأنفسهم بعد أن أكمل الحقائق التي سأعرضها في هذا البرنامج بإمكانهم أن يعودوا إلى الكتب وإلى الموسوعات وإلى المصادر التي تحدثت عنها وسأتحدث عنها أن يعودوا وأن يحققوا بأنفسهم بعيدا عني من دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن الكلام هذا قد صدر مني وإنما ينتفعون من فهرسة الموضوعات ومن مواطن الأدلة والشواهد والحقائق في الكتب والمصادر التي أشرت إليها وسأشير إليها في قادم الحلقات لاختصار الوقت عليهم ولتسهيل البحث عليهم حتى لو تأكدوا من أنهم على المذهب الطوسي سيكون موقفهم نفس موقف ابن زهرة حينما بصره ابن إدريس بحقيقة فتواه التي قرأت ما قرأت عليكم بخصوصها من كتاب السرائر هذه المشكلة تعيش مع المراجع وتعيش معنا أيضا مع أفراد الشيعة عموما حتى لو ثبت عندهم أنهم ليسوا على دين العترة وهم على المذهب الطوسي سيأخذهم العنات بسبب الانتماءات الحزبية وبسبب الارتباطات بالمرجعيات النجفية والكربلائية الشرازيون الشرازيون مثلا أتباع صادق الشرازي أو السستانيون مثلا أتباع علي السستاني أو الصدريون مثلا أتباع مقتدى الصدر حينما يعرفون الحقيقة فهل سيتحركون باتجاه الحقيقة سيرفضون كل هذا بسبب انتماءاتهم لزعاماتهم ولمرجعياتهم ولقياداتهم الدينية السياسية بل حتى العشائرية إذا بقي شيخ العشيرة حتى لو عرف الحقيقة من خلال هذا البرنامج متمسكا بدين مراجع النجف فإن عشيرته ستبقى متمسكة بدين شيخها حتى لو عرفوا الحقيقة كاملة ومن أنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة هذا البرنامج أنا أعرف خطورته وأعرف أهميته وأتمنى من كل قلبي أن كل شيعي من خلال هذا البرنامج استطاع أن يعرف الحقيقة أتمنى من كل قلبي أن يغير مسار حياته لا أن تفع شيئا من هذا إنها نصرة لفاطمة هذا هو دين فاطمة الطوسي طمس دين فاطمة قناة القمر تدعوكم إلى دين فاطمة وذلك دين القيمة دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل السلام في محكم وجنب العليم ورحمة الله وبركاته هكذا ينتشر الضلال وهكذا تأسست مذاهب الشيطان نقرأ نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لأغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض عبر الفضائيات وألعنهم ألعنهم دعاته المذهب الطوسي عبر الفضائيات الطوسية بكل أشكالها الدينية السياسية بكل أشكالها وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه إنه إبليس الأبالس وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضل عبادك وأفسد دينك بما جاءوا به من المذاهب فأضل عبادك وأفسد دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه بالضبط مثلما قرأت عليكم في كتب الطوسية الخبيث وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين ها نحن كذلك نحن الذين نقول من أننا شيعة لعلي وآل علي ها نحن شيع متفرقون وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته إلى آخر الدعاء الشريف وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته لا يتحقق هذا إلا بظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإن المذهب الطوسي بمراجعه ومقلديهم سيخرجون لقتال إمام زماننا الحجة ابن الحسن من النجف وكربلاء الروايات والأحاديث الشريفة هي التي أخبرتنا بكل هذه التفاصيل وقد تحدثت في هذا الشأن وبالتفصيل في برامج المختلفة السابقة في السياق نفسه إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمائة واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة حديث طويل مبسوط وقد قرأته مرارا في برامج وشرحته لكنني أأخذ منه موطن الحاجة حديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدثنا به سدير الصير في رضوان الله تعالى عليه إمامنا الصادق يحدث أصحابه عن موقف الأمويين والعباسيين من البرنامج المهدوي وكذلك هذا كلام إمامنا الصادق وكذلك بن أمية وبن العباسي لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ويعبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هذا هو برنامج الأمويين القدماء والجدد هذه الحركات هذه الحركات الإرهابية أموية سفيانية معالمها واضحة جدا ونحن ونحن نترقب الراية السفيانية قد تكون في زماننا هذا إن لم تكن في زماننا هذا قد تكون في زمن الجيل القادم كل المعطيات تقول فإننا فإننا نترقب الراية السفيانية من دون توقيت نحن لا نعلم الغيب لكن المعطيات تقول من أن زمانها قريب قد يتحقق هذا الأمل في جيلنا وربما يتحقق في الجيل القادم بعد جيلنا هذا الأمويون القدماء والجدد وكذلك العباسيون القدماء والجدد يتحركون في نفس الاتجاه أقرأ كلام إمامنا الصادق مرة أخرى وكذلك بن أمية وبن العباسي لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابيرة منهم على يد القائم مننا من آل محمد ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ولقد قتلوا الحسين بهذا الاتجاه فهم يخافون من الذي يقوم بهذا الدور ومن ومن قبل الحسين قتل الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ويعبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون في أحاديث العترة الطاهرة نحن نقرأ عن العباسيين لأن مشكلتنا مع العباسيين مع العباسيين القدماء أسسوا لنا المذهب الطوسي اللعي ومع العباسيين الجدد الذين هم يدافعون عن هذا المذهب القذر والذين ينشرون ضلاله في كل الواقع الشيعي مشكلتنا مع العباسيين مع العباسيين القدماء أسسوا لنا هذا المذهب ومع العباسيين الجدد هم الذين ينشرون ضلاله في أيامنا هذه أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة في الصفحة 314 من طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة الحديث التاسع بسنده بسند النعماني عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث مراعاة لضيق الوقت الإمام هكذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ملك بن العباس مكر وخداء يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء موطن الحاجة يتأكد في حديث عند هذه العبارة ملك بن العباس مكر وخداء هذه الصفة واضحة في ملك العباسيين القدماء وكذلك في ملك العباسيين الجدد ملك بن العباسي مكر وخداء لقد أسسوا ملكهم ونظامهم على خداء المسلمين عموما وعلى خداء الشيعة بقدر ما كانوا يستطيعون حتى وصل بالشيعة الحال أن أن اعتنقوا مذهبا عباسيا قذرا ضالا أسسه لهم الطوسي المشؤوم إنه المذهب الطوسي القذر اللعين الذي عليه الشيعة هكذا يسمون أنفسهم بأنهم شيعة هم شيعة للمراجع البتريين العباسيين ما هم بشيعة للحجة بن الحسن الحقائق هي التي تتكلم تاريخ الطبري وهذا هو الجزء الرابع من تاريخ الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وهو أشهر التواريخ هذه الطبعة طبعة داري صادر بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والعشرين بعد الخمس مئة بعد الألف ألف وخمسمية وخمسة وعشرين نقل هنا خطبة أول خليفة عباسي سأأخذ منها موطن الحاج إنه أبو العباس السفاح يخاطب الشيعة في الكوفة بويع في الكوفة أول عاصمة للعباسيين الكوفة هو يتحدث مع الشيعة الكوفة بأي لسان بهذا اللسان إنه لسان المكر والخدع يقول يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا إنه يتحدث بلسان آل علي شيعة الكوفة هكذا تدعي من أنها توالي علي وآل علي يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وآتاكم الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مئة درهم هذا العطاء الشهري الذي يعطى للناس من بيت المال وقد زدتكم في أعطياتكم مئة درهم الخطبة طويلة هذا هو منطق المكر والخداع واستمروا في مكرهم وخداعهم إلى أن صنعوا لنا مذهبا طوسيا ضللونا به حكايتنا طويلة وطويلة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 العباسيون استعملوا الخداعة في كل جزء من برنامج حركتهم قبل أن يصلوا إلى الحكم وكذلك بعدما وصلوا إلى الحكم قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد ويتحدثون عن ظلامة علي وآل علي ويطالبون بثاراتهم وإنهم لبسوا السوادة شعاراً للطلب بثار الحسين الحكاية مفصلة حتى هذه الأسماء السفاح المنصور إلى بقية الأسماء الأخرى استعملوها لتضليل الناس وخداعهم هذه الأحاديث التي تنتشر في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة من أن المهدية اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي هذه أحاديث العباسيين الدوانيقي الذي لقب نفسه بالمنصور اسمه عبد الله سمى ولده محمداً المهدي ووضعوا له هذه الأحاديث من أن المهدية اسمه اسمي هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله افتراء عليه اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي لأن الخليفة العباسية المنصور اسمه عبد الله وسمى ولده محمداً المهدي حكاية لها تفصيل كثير لست داخلاً في تجاويفها إنما أشير بشكل سريع إلى ثلاث لقطات خاطفة اللقطة الأولى حاولوا حاولوا يلعب على أئمتنا ولاية العهد لإمامنا الرضا هي لعبة من المأمون الإمام وافق مكرهاً واشترط شروطاً على المأمون وفي نهاية الأمر المأمون قتل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لكن الإمام وظف تلك الفترة القصيرة حتى انتشر التشيع في إيران بشكل واضح مدينة قم إذا أردنا أن نحدد زمان علو شأنها كان ذلك في هذه الفترة القصيرة التي عاشها إمامنا الرضا في خراسة على شأن مدينة قم في تلك الفترة وصارت رمزاً للشيعة زمان الأئمة وبعد زمان الغيبة حينما أقول زمان الأئمة أتحدث عن زمان الحضور وإلا فالزمان كله زمانهم ونحن نعيش الآن في زمانهم لكننا نعيش في زمان غيبتهم وكنت أتحدث عن زمان حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم على أي حال هذا موضوع مفصل إذا أردت أن أخوض في الذي استطاع أن ينجزه إمامنا الرضا في هذه الفترة الزمانية القصيرة المأمون استشعر ذلك ولذا فإنه قتل الإمام الرضا المأمون كان يخطط لعدة أهداف لو كان البرنامج للحديث عن هذا الموضوع لا أسهبت لكم في الكلام لكنني جئت بهذه الواقعة لقطة خاطفة فكل خداعهم وكل مكرهم وظفوه باتجاه الشيعة إلى الحد الذي أخذوا يلعبون على أئمتنا وما ولاية العهد التي فرضها المأمون فرضا على إمامنا الرضا صلوات الله عليه إلا صورة من هذه الصور التي أحدثكم عنها ثم هناك لقطة أخرى بعد أن قتلوا إمامنا الحسن العسكري لقد فعلوا الأفاعيل ووضعوا المخططات لأجل إلقاء القبض على إمام زماننا كي يقتلوه فعلوا الأفاعيل حكاية العباسيين مع عائلة إمامنا الحسن العسكري حكاية مفصلة استعملوا فيها أساليب الدهاء وأساليب المكر وأساليب الخداع إلى أقصى ما يتصور المتصور ولقطة ثالثة نقابة الطالبيين بعد أن امتد الزمن اخترعوا نقابة الطالبيين لأجل أن يحيدوا الطالبيين ونجحوا جعلوا الصراع فيما بين الطالبيين أنفسهم الشريف الرضي على سبيل المثال أيام نقابته كان في صراع محتدم مع أخواله حول النقابة وحول منافع النقابة لأن العباسيين أجزلوا في العطاء وقدموا الكثير لنقيب الطالبيين وليس للطالبيين للنقيب فقط قدموا له الكثير ووضعوا الكثير من التشريفات لصالحه لأجل أن يظهر أمام الناس على أنه مسؤول كبير جدا وهو في الحقيقة جلواز عند العباسيين بمثابة كلب في ساحة خدمتهم يحققون عبره أهدافهم هذا هو الذي حدى قبل أن يؤسس النقابة للطالبيين أسس النقابة للعباسيين لخداع الطالبيين ونقابة العباسيين لم تكن مهمة ولذا لم يذكر عنها الكثير في كتب التأريخ أكثر الحوادث والوقائع ترتبط بنقابة الطالبيين منذ أن أسس العباسيون نقابة الطالبيين تخلصوا من معارضة الطالبيين لهم وصارت المعارضة فيما بينهم وصارت المشاكل السياسية الاجتماعية المالية فيما بينهم فيما بين الطالبيين أنفسهم لقطة أخرى تحديد المذاهب الشرعية الرسمية في زمان العباسيين كان هناك الكثير من المذاهب من مذاهب سقيفة بني ساعد هناك الكثير من المذاهب لكنهم ضمن برنامج وضعوه حددوا المذاهب الأربعة وتوجهوا إلى الشيعة بطريقة شيطانية خبيثة أن أسسوا لهم مذهبا بنحو يرضي الشيعة وكأنهم مظلومون هجموا أكثر من مرة على دار الطوسي وأحرقوا كتبه أكثر من مرة أولا لإحراق كتب الشيعة وثانيا لإظهار مظلومية الطوسي لكن أحدا من الذين في بيت الطوسي لم يتعرض لأذن الذي يبدو أنهم كانوا على علم يكونون وقت الهجوم على البيت خارج البيت حكاية مدبرة بليل إلى أن ضغطوا على الطوسي بحسب الظاهر في بغداد كي يجبر للخروج من بغداد ويكون ذلك عذرا له عند الشيعة ويجدون في ذهابه إلى النجف مفخرة لهم في جوار أمير المؤمنين كي يؤسس لهم حوزة ومرجعية هناك لكن أحدا من العباسيين لم يؤذه بشيء بالعكس وفروا له ظروف الأمان الكاملة وأدل دليل حينما جاء جيش السلاجقة لمحاربة البساسير حاربوا البساسير وقتلوه وهجموا على الكوفة وفعلوا ما فعلوا فيها لكن أحدا منهم لم يقترب من النجف لماذا ألا يفترض أن يهاجموا النجفة قبل الكوفة لأن رئيس الشيعة هناك ولأنهم ما استطاعوا أن يمسكوا به في بغداد فلجأ إلى النجف وأسس حوزة ورتب أمورا وصار ما صار له من كيان ومرجعية في النجف لماذا لم يتعرض له إذا كانوا على عداء معه سأحدثكم عن هذه الملابسات التاريخية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لقطات تشير إلى خداع العباسيين وإلى دهائهم فجاء المذهب الطوسي في هذا السياق وبقيت الشيعة مخدوعة بمكر وخداع العباسيين إلى هذه اللحظة نحن خداعنا العباسيون القدماء وخداعنا العباسيون عبر القرون الماضية الذين ورثوا المذهب الطوسية عن الطوسي العباسي الخبيث وخداعنا أيضا العباسيون الجدد المرجعيات العباسية والأحزاب العباسية أيضا جميعهم خداعنا ولازلنا نعيش هذه الخديعة الكبرى الشيعة حالهم ما تحدثنا الآيات في الكتاب الكريم في سورة الزخرف في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وما بعدها بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون جوابه حمير الشيعة معقول علماء الشيعة من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما يعرفون والساعج الغزي يريد يقول لنا أنتم مو على دين العترة الطاهرة أنتم على المذهب الطوسي معقول لا شأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له ماذا تصنعون مع هذه الحقائق أنتم والحقائق لجأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له إنه رقم طارئ يأتي ويذهب لكن الحقائق تبقى القيمة ليست للغزي القيمة للحقائق الحقائق تحمل قيمتها في نفسها ماذا تعملون وماذا تفعلون مع هذه الحقائق بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا جواب الذين كانوا أيام النبي القرآن يبين لنا المسيرة الإنسانية على هذه الأرض وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون الشيعة في زماننا كافرون كافرون ببيعة الغدير لأن المذهب الطوسي ناقض لبيعة الغدير وأول معلم من من معالمه نقض بيعة الغدير وقد عرضت الحقائق بين أيديكم من خلال تفسير التبيان إنه التفسير المركزي للمذهب الطوسي القذر في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يَا أَيُّهَا تفسير كافرون كافرون أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم من سورة الزخرف هذا كلامهم وجوابهم زمان النبي بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ القرآن يُعَلِّقُ على هذا الجواب وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَّا وجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ قال أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ في سورة الإسراء إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا هذه قوانين الله هذه سنن الله التي لا تبديل لها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وإذا أردنا الخطر هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا التدمير قد يكون ماديا مثلما عذبت أقوام في سالف الدهور وقد يكون معنويا مثلما يجري في هذه الأمة في أحزاب الضلال منذ سقيفة بني ساعدة وإلى سقيفة بني طوسي وإلى العباسيين الجدد في أيامنا هذه وما كان بين كل تلك المحطات من ضلال وتيه مضاعف مثل ما حدثنا أمير المؤمنين عن تيه شعته المضاعف الذي يكون أضعاف تيه بني إسرائيل هذه قوانين الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذه الآية تتحدث عن الوجه الخفي لأحداث الحياة ولحركة التأريخ هناك وجه خفي وراء كل هذه الوقائع نذهب إلى فاصل فالراغب عنكم ماريق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وآمره إليكم من والاكم فقد والا الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوبة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجاة ومن لم ياتكم حلق إلى الله تدون وعليه تدلون و بهي تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون في سورة الأعراف في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة بعد البسملة حدث مهم لا أريد أن أطيل الوقوف عنده إنما أريده لكم مثالا على ما تقدم الحديث عنه في الآيات قبل قليل واتخذ قوم موسى من بعده من بعد أن ذهب إلى الميقات واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار واقعة السامري وما صنع لهم من عجل من عجل ذهبي واتخذ قوم موسى من بعده من بعد أن ذهب إلى ميقاته من حليهم من حليهم من الذهب والمجوهرات التي عندهم عجلاً جسداً له خوار الخوار هو صوت العجل خار العجل ظهر صوته الحيوانات لأصواتها أسماء مثل ما نقول عن زغزقة العصافير وعن ثحيح الأفاعي وعن صهيل الخيول وعن 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 صوت العجل يقال له خوار فكان هذا الصنم المصنوع من الذهب يصدر صوتاً كصوت العجول الحية التي تتحرك على الأرض هذا جعل اليهود يقدسون هذا الصنم أضحوكة أضحوكة موسى النبي بكل معجزاته وهارون الذي كان معهم شقيقه هو موسى أيضاً هارون كان موسى مثل ما كان موسى هارون رفضوا كل ذلك وذهبوا وراء السامري الذي كان عالماً من علماء بني إسرائيل فأضلهم أضلهم بهذه الطريقة الشيطانية وقروا سجداً لذلك العجل لماذا؟ لأنه يصدر خواراً واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار أقرأ أقرأ عليكم من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم وهذا هو الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث التاسع والسبعون بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار فقال موسى يا رب ومن أخار العجل وفي بعض النسخ ومن أخار الصنم يا رب ومن أخار العجل من أخار الصنم هذا صنم جامد من أخاره من الذي جعل فيه هذا الصوت فقال الله أنا يا موسى أخرته فقال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء موطن الشاهد هنا فقال موسى يا رب ومن أخار الصنم فقال الله أنا يا موسى أخرته فقال موسى إن هي إلا فتنتك هكذا تتحرك الأحداث هناك وجه خفي لأحداث الحياة هناك وجه خفي لحركة التأريخ أقرب لكم الفكرة بمثال إذا كان عندي زجاجة من مربى العنب مثلاً أو من مربى أو من مربى المشمش مثلاً أو من مربى التين مثلاً من هذه المربيات الذي وفر لي هذه الزجاجة وهذه العلبة هو المصنع هو المصنع الذي صنع المربى وعبأه في هذه الحاويات هذه طبقة أولى هناك طبقة ثانية سابقة تسبق هذه الطبقة إنه الفلاح الذي زرع الفواكه وثمار هذه زرعها وجناها ووفرها لمصنع المربيات الفلاح ومن معه هذه طبقة ثانية هناك طبقة ثالثة الطبقة الثالثة خصائص الفصول خصائص فصول السنة الأمطار التغيرات التي تحدث في التربة الأملاح والمعادن في الأمطار تختلف من موسم مطري إلى موسم مطري آخر لولا أن يكون هذا موجودا لما وصل المربى إلى يدي هناك طبقات حوادث التعريخ كذلك الوجه الخفي في وجود المربى عندي خصائص الفصول طبائع المطار خصائص التربة هذا هو الوجه الخفي في وصول زجاجة المربى إلى يدي أحداث التعريخ هكذا تتحقق ما جرى في واقعة عجل بني إسرائيل هناك وجه خفي الله سبحانه وتعالى هو الذي أخار العجل مثل ما قرأت عليكم في الرواية قبل قليل قطعا أخاره بالأسباب هو الذي جعل السامري يجعل هذا الصنم مجوفا وفيه منفذ لدخول الهواء وخروجه وهكذا كان يحدث الخوار الروايات حدثتنا عن ذلك أنا لا أريد الخوض في كل التفاصيل إنما هي لقطات سريعة ترتبط بموضوع حلقتنا هذه في سورة في سورة آل عمران في الآية الثامنة والسبعين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها وَلَا يَحْسَبَنَّ في مواجهة في مواجهة التوحيد والنبوة هناك كفر في مواجهة القرآن الكفر على مراتب لكن أسوأ مراتب الكفر في القرآن الكفر ببيعة الغدير الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تخبرنا عن ذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد والرسالة والنبوة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الكافر بها سيكون كفره أشد من الكفر في مواجهة التوحيد أو في مواجهة النبوة فأسوأ أنواع الكفر الكفر ببيعة الغدير وهذا هو الذي تعهدت به سقيفة بني ساعدة بحسبها وتعهدت به سقيفة بني طوسي بحسبها أيضا ألا لعنة وبيلة شديدة أكيدة على سقيفة بني طوسي ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه هذا مصداق من مصادق الإملاء من مصادق الإملاء النفسي إنها حالة نفسية للإنشداد إلى هذا العجل الذي يصدر صوتا كأصوات العجول الحيوانات ما قيمة العجل الحيوان حتى يكون لصنم كأنه عجل من قيمة بسبب أن الهواء يدخل فيه ويخرج من بتقنية معينة الله جعل السامرية يقوم بها ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هكذا يتميز الخبيث من الطيب هناك إملاء للذين كفروا ببيعة الغدير وهناك امتحان للذين آمنوا ببيعة الغدير كي يتميز الخبيث من الطيب ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هكذا نقرأ في غيبة النعماني في الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الرابع عشر بسنده بسند النعماني عن علي بن يقطين علي بن يقطين يخبرنا عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه الإمام قال له يا علي يخاطب ابن يقطين يا علي الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة منذ مئتي سنة تقريبا لأن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه استشهد سنة مئة وثلاثة وثمانين للهجرة على ما هو المعروف الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة ورواية تشير إلى أن التشيعة بدأ مع أول ثانية من ثواني البعثة المحمدية يقطين وهو من رموز الدولة العباسية يقطين والد علي يقول لولده ما بالنا نحن العباسيون ما بالنا قيل لنا فكان قيل لنا فكان أخبرنا من أنكم ستحكمون وحكمنا ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم من أنكم ستحكمون ولكنكم ما حكمتم هو يشير إلى قيام قائم آل محمد وقيل لكم فلم يكن فقال له علي قال لأبيه لأبيه يقطين إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد من العترة الطاهرة غير أن أمركم حضر وقته أنتم العباسيون فأعطيتم محضة أعطيتم محضة مثل ما أخبرتم بالضبط فكان كما قيل لكم وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأمان فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مئتي سنة وثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج إنه يشرح كلمة إمامنا الكاظم لأبيه يا علي الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة يقطين يقول لولده علي نذهب إلى فاصل هناك حادثة مفصلة كان في نية أن أقرأها من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاث للهجرة لكنني لا أجد وقتا كافيا لقراءتها لأنها طويلة سألخصها لكم هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري الواقعة مؤسسة إنني سأحتاج إلى وقت طويل خصوصا فإن بعض الكلمات أحتاج إلى بيان معناها لغويا كي يفهم المطلق سأختصر الكلام مجموعة من شخصيات العباسيين والعلويين من السادة الحسنيين اجتمعوا في منطقة الأبواء في جزيرة العرب أيام حكم الأمويين اجتمعوا لكي يبايعوا محمد ابن عبد الله المحط عبد الله المحط هو ابن الحسن المثنى والحسن المثنى هو ابن امامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه فهم اجتمعوا كي يبايعوا محمد ابن عبد الله المحط على أنه الإمام المهدي ودعوا الإمام الصادقة لذلك كي يبايعه أيضا الإمام حضر في ذلك المجلس لكنه رفض أن يبايع محمد ابن عبد الله المحط وهكذا قال لهم ووجه الكلام إلى عبد الله المحط إلى والدي محمد هذا الذي يدعون له أنه الإمام المهدي قال لهم قال لهم لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأتي بعد إن كنت ترى يخاطب عبد الله المحط إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ما هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر فغضب عبد الله عبد الله المهض غضب من كلامي الإمام الصادق وقال له لقد علمت خلاف ما تقول ووالله ما أطلعك الله على غيبه ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني يقول للإمام الصادق من أنك تحسد ابني الإمام قال له والله ماذا كيحملني ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم وضرب بيده على ظهر أبو العباس الذي صار خليفة أول إنه أبو العباس السفاح الذي لقب بالسفاح فقال والله ماذا كيحملني ليس الحسد ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم وضرب بيده على ظهر أبو العباس ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن وقال إنها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولداه محمد وإبراهيم ولكنها لهم للعباسيين وإن ابنيك لمقتولان قتلهما المنصور بعد ذلك مع أن المنصور بايع في تلك الواقعة بايع محمد بن عبد الله على أنه الإمهام المهدي بعد ذلك المنصور ادعاها لولده وقال إنها والله ما هي إليك يخاطب عبد الله المهد ولا إلى ابنيك ولكنها لهم للعباسيين وإن ابنيك لمقتولان ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز ابن عمران الزهري فقال أرأيت صاحب الرداء الأصفر يشير إلى الدوانيق يعني أبا جعفر يعني أبا جعفر المنصور فقال أرأيت صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر فقال له نعم فقال إنا والله نجده يقتله مع أن أبا جعفر المنصور كان بمثابة خادم عند محمد بن عبد الله كان يمسك له الفرس وكان يسوي ثيابه على رجليه وكان يقدم له حذاءه هكذا كان متواضعا معه وقد بايعه أكثر من مرة على أنه الإمام المهدي الإمام يقول لعبد العزيز ابن عمران الزهري إنا والله نجده يقتله نجده في علمنا فقال له عبد العزيز يقتل محمدا متعجبا قال نعم عبد العزيز يقول فقلت في نفسي حسده ورب الكعب عبد العزيز الزهري يقول عن الإمام الصادق حسده ورب الكعب حسد محمدا ابن عبد الله المحط قال ثم والله ما خرجت من الدنيا هو عبد العزيز يقول حتى رأيته رأيت المنصور قتلهما قتل محمدا وإبراهيم ابني عبد الله المحط وقتل عبد الله المحط أيضا في مصادر أخرى أبو جعفر المنصور يقول حين سمعت صادقهم يقول في ذلك المكان في ذلك المجلس من أن الخلافة تكون لأبي العباس وبعد ذلك تكون لصاحب الرداء الأصفر منذ تلك اللحظة بدأت أختار رجالي يختار الرجال الذين يعتمد عليهم هذا تسريب وهناك تسريب أكبر سربه الأئمة إليهم كتاب عند محمد بن الحنفية إمامنا الحسن أعطاه إياه هذا الكتاب يشتمل على أحاديث عن أمير المؤمنين يتحدث فيها عن قادم الأيام ومن جملة تلك الأحاديث أحاديث تخبر عن نشأة دولة بن العباس وبالتفاصيل الأئمة عالمون بأن هذا الكتاب سيصل إلى العباسيين توثقت العلاقة أيام الأمويين ما بين أولادي محمد بن الحنفية بعد وفاته قطعا توثقت العلاقة فيما بين أولادي محمد بن الحنفية والعباسيين أولادي عبد الله بن العباس لأنهم كانوا قد اتفقوا على إسقاط الحكم الأموي فسربوا الكتاب وأوصلوا الكتاب إلى العباسيين وطلع العباسيون على التفاصيل ورسموا برنامج عملهم وفقا لتلك الأحاديث التي تخبر عن مستقبلهم الرسالة التي بعث بها المأمون إلى العباسيين بعد أن جاء بالإمام الرضا من الحجاز الموضوع مفصل إنني أقرأ عليكم من الجزء التاسع والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة بعد المائتين تبدأ رسالة المأمون إلى أعمامه العباسيين رسالة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها صفحة مئتين واثنعاش المأمون يقول لأعمامه العباسيين فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء العضاء نبات صحراوي إذا ما أكلته الإبل فإنها تصاب بألم شديد في بطنها لا تتمكن من هضمه ولا تتمكن من إخراجه من أجوافها فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء إشارة إلى صعوبة الأمر فالرشيد أخبرني أبوه عن آبائه وعما وجد أو وجد الرشيد المعنى واحد وعما وجد في كتاب الدولة هذا الكتاب الذي تسرب إلى العباسيين من أولاد محمد بن الحنفي والمراد من الدولة ما هو معنى الدولة في زماننا المراد من الدولة الفترة الزمانية التي تكون الأوضاع فيها مناسبة لصاحب تلك الدولة فليس بالضرورة أن تكون الدولة حكومة وإنما يدول الوقت كي يأتي مناسبا هذا هو المراد من الدولة حينما تذكر في الأحاديث والروايات حينما يقولون من أن دولتنا في آخر الزمان يتحدثون عن الفترة الزمانية المناسبة لهم أما معنى الدولة في أيامنا فهذا معنى حديث نشأ في هذا العصر الدولة يعني الفترة الزمانية المناسبة فيمكن أن يكون فيها حكم ويمكن أن لا يكون مثل ما نقرأ في الروايات من أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كرات وله رجعات وله دول وهو صاحب دولة الدول فليس المراد من الحديث هنا المعنى المعاصر للدولة والدول وإنما يكون هذا المعنى المعاصر جزءا من معنى الدولة والدول في الروايات فإن الحاكم حينما يكون حاكما يكون الزمان قد جاء مناسبا له لكن معنى الدولة أوسع وأشمل من ذلك أتحدث عن رواياتهم وأحاديثهم الشريفة المأمون يقول لأعمامه العباسيين فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها وغيرها من الكتب التي تسربت إليهم أن السابعة من ولد العباسي لا تقوم لبن العباسي بعده قائمة المأمون هو الخليفة السابع الخليفة الأول أبو العباس السفاح والثاني المنصور الدوانيقي والثالث ولده المهدي والرابع موسى الهادي والخامس هارون والسادس الأمين الذي قتله أخوه المأمون والسابع هو المأمون ولذا دعب يشير إلى هذا المعنى وهو يهجو المعتصم لأن المعتصم جاء بعد المأمون فصار ثامنا ملوك بن العباس في الكتب سبعة ولم تأتي بثامن لهم الكتب كذاك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب ملوك بن العباس في الكتب سبعة فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها أن السابع من ولد العباس لا تقوم لبن العباس بعده قائمة يتحدث عن نفسه وفعلا الدولة العباسية بعد المأمون تمزخت بقي الخليفة يحكم في قصره فقط وليس له من سلطة حقيقية على دولته دولة بن العباس انفرط أمرها زمان المعتصم حينما خرج من بغداد وذهب إلى سامراء بسبب المشاكل التي كانت تواجه حكمه في بغداد فبدأ الانفراط في الدولة العباسية منذ زمن موت المأمون لعنة الله عليه أنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات وأن أتحدث عن تفاصيلها التي تحققت على الأرض إنما جئت بهذا مثالا من أن الأئمة هم الذين سربوا إليهم هذه المعلومات هذا هذا جزء من منظومة إدارة أحداث الحياة وتحريك حركة التأريخ جزء من الوجه الخفي في الوقائع والأحداث وهذا ينطبق على إمام زماننا أيضا في الأحداث الجارية وفي الوقائع التي تتحقق على الأرض في شرق الأرض أو في غربها مثل ما قال الله لموسى أنا الذي أخرت الصنم أنا الذي أخرته أنا الذي صنعت الخوار فيه لأنهم يستحقون ذلك هكذا تجري الأحداث والوقائع فحينما يسأل سائل أين إمام زماننا من الطوسي الذي أضلنا إمام زماننا لن يتدخل في الموضوع وإذا أراد أن يتدخل فإنه سيتدخل عبر هذه القوانين الأمر راجع إلينا ولذا أقول للذين عرفوا الحقيقة أدركوا أنفسكم إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن الإمام سيدرككم إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن ألطاف الإمام ستكون واصلة إليكم نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولما جعلت في ذات قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا هكذا تسير الأمور أقرأ عليكم من حديث إمامنا الصادق نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل فيما يرتبط ببني أمية وبني العباس وكيف أنهم يتابعون برنامج القائم صلوات الله وسلامه عليه بالقتل أو بأي أسلوب آخر أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم نحن عندنا تجارب شيعية التجربة الشيعية العراقية تمثل مصداقا واضحا ومقربا جدا لهذا المضمون الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة كلمات إمامنا الصادق وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته لماذا ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم فلا بد أن يخرجوا من التشيع ما نحن نقرأ في رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة بسنده عن علي بن يزيد الشام عن إمامنا الكاظم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع ينتحل يعتقد يعتقد التشيع فآيات النفاق والمنافقين في الكتاب الكريم تنطبق على الذين يعتقدون التشيع هل هو تشيع للعترة الطاهرة قطعا لا إنه التشيع للمذهب الطوسي إنه التشيع لمراجع حوزة النجف وكربلا هؤلاء هم المنافقون المراجع منافقون وشيعتهم منافقون ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع هؤلاء هؤلاء المنافقون نحن نعايشهم الآن في العراق وغير العراق في الأجواء الشيعية إنهم أبناء المذهب الطوسي القذر وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كان طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه أمير المؤمنين أخبرنا أنا أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان من الخطبة المرقمة بالرقم الثاني والعشرين أقرأ من الصفحة التاسعة والخمسين أمير المؤمنين يقسم فيقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيها من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري ليضاعفن عليكم التيها من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل وهذا هو الذي نعيشه بسبب مراجع حوزة النجاف وبتعبير أدق بسبب المذهب الطوسي الضال الذي هيمن علينا وهيمن على الواقع الشيعي في شرق الأرض وغربها المذهب الذي يتسيد الواقع الشيعي اجتماعيا سياسيا عقائديا ثقافيا إنه المذهب الطوسي القذر الضال نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم يا هشام إياك والكب فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر الكبر رداء الله فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه يا هشام إن ضوء الجسد في عينه فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله وإن ضوء الروح العقل فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه وإذا كان عالما بربه أبصر دينه وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحي فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل هذه سنة إلهية التي حدثتكم عنها فحينما حدثتكم عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الخوار في عجل بني إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج ضلالهم على مسرح الواقع وهذا هو الذي حدث الأمر هو هو حينما أخبر إمامنا الصادق المجتمعين في الأبواء من أن العباسيين هم الذين سيحكمون الناس وأشار إلى أبي العباسي وإلى الدوانيقي والأمر هو هو حينما سرب الكتاب إلى محمد بن الحنفية وسرب بعد ذلك من خلال أولاده إلى العباسيين حتى صار برنامجا لهم مثلما قرأت عليكم من رسالة المأمون إلى العباسيين من أعمامه وأبناء عمومته هناك أسرار في الكواليس وهناك الكثير من الكلام لا مجال للتوغل لضيق الوقت والبرنامج ليس مخصصا للخوض في مثل هذه المطالب الوجه الخفي لأحداث الحياة الوجه السري لحركة التأريخ هناك واقعة مهمة في الكتاب الكريم تحدثت عنها سورة التحريم لا يلتفت إليها لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي كذلك بما يقوله نواصب سقيفة بني طوسي هذا قرآن محمد وآل محمد بحسب بيعة الغدير نأخذ تفسيره منهم هذه سنة منذ بداية برنامج الاستخلاف إذا ما رجعنا إلى سورة البقرة لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وبضمنهم إبليس أن يسجدوا لآدم فسجد الملائكة ورفض إبليس هذا الأمر كان لفرزه لأنه كان مخفيا فيما بينه ولذا ماذا نقرأ في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة في سياق برنامج الاستخلاف قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذه إشارة إلى إبليس صحيح أن الكلام عام عن كل الملائكة لكن الملائكة ما كان في بواطنهم شيء سيء ونوايا خبيثة الشيء السيء والنية الخبيثة كانت عند إبليس فالكلام فيه إشارة واضحة إلى إبليس قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون حينما سجد الملائكة بنيتهم الطيبة ورفض إبليس بنيته الخبيثة فبرنامج التمحص برنامج جار وسار في سورة التحرين التي بعد البسملة تأتي الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآيات في الآية الثالثة بعد البسملة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب الخطاب إلى عائشة وحفصة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت أي مالت قلوبكما عن رسول الله وإن تظاهر عليه وإذا ما تعاونتم عليه أنتما الإثنتان مع الآخرين مع آبائكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل الحكاية حكاية شأن نسوي في بيت النبي مثل ما يقولون بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكون في مواجهة هاتين المرأتين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين علي صلوات الله عليه مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم والملائكة بعد ذلك ظهير أتعرفون ما الذي جرى الذي جرى أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حجرة حفصة في المكان المخصص لحفصة في بيت النبي في دار النبي صلى الله عليه وآله ومارية القبطية المصرية كانت موجودة حفصة خرجت لشأنها النبي أدنى مارية من عنده وكان بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة فلما علمت حفصة بذلك غضبت قالت في بيتي في مكاني واليوم يومي وهكذا تفعل يا رسول الله النبي قال لها من أنني أحرم مارية على نفسي إرضاء لها وأطلعك على سر لو أخبرت به أحدا فأنت ملعونة فلعنة الله عليك أخبرها من أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده على الناس ومن بعد أبي بكر سيكون عمر سيكون وأمرها أن تحتفظ بهذا السر لكنها ما احتفظت بهذا السر أخبرت عائشة عائشة أخبرت أباها أبو بكر أخبر عمر وقال وقال له إنني لا أثق بعائشة لأنها نقلت الكلام عن حفصة فأنت يا عمر سل حفصة عن الموضوع فلما سأل عمر حفصة أخبرته بعد أن ترددت أخبرته فلما علم أبو بكر وعمر بهذا أسرع في تنفيذ مخططه وبعد ذلك سم رسول الله صلى الله عليه وآله النبي أراد أن يخرج هذا البرنامج أراد أن يخرج ما في دواخلهم كي يحافظ على أمير المؤمنين لأن برنامجهم التفصيلية في الصحيفة المشؤومة أن يقوموا بالقضاء على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وقد حاولوا ذلك حينما ألقوا الدبابة والمراد من الدباب أكياس من جلد الحمير تملأ بالحجارة فألقوها تحت أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وآله حينما كان عائدا من تبوك وهذا الأمر كرر أيضا حينما كان عائدا من حجة الوداع وأيضا حفروا حفيرة عميقة لأمير المؤمنين في المدينة هذه التفاصيل موجودة عندنا في رواياتنا أنا لا أريد الخوض في كل هذه الوقاع لأن وقت الحلقة قد انتهى إنما جئت بهذا مثالا كي أقرب لكم الفكرة التي حدثتكم عنها في هذه الحلقة هناك وجه خفي يحرك الأحداث هناك وجه سري للوقاع في وقاع الحياة وفي حركة التأريخ وهذا الوجه يرتبط بمحمد وآل محمد النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شهوانيا إلى هذا الحد الذي يدني مارية منه ويكون فيما بينه وبينها ما كان إنما فعل هذا كي يثير غضب حفصه كي يوصل هذه المعلومة إليها وبعد ذلك تنتقل المعلومة فيما بينهم وحينئذ يخرجون ما في مخططهم إلى أرض الواقع النبي استعجلهم في ذلك لماذا استعجلهم في ذلك لأنهم لو تأخروا فإن البرنامج سيتسع للقضاء على أمير المؤمنين وقد حاولوا القضاء عليه بعد ذلك لكنهم فشلوا وما هجومهم على دار الزهراء إلا لإحراقهم جميعا لإحراق الذين هم في الدار جميعا للقضاء عليهم لقد حملوا حطبا كثيرا جدا الذين حملوا الحطب يصل عددهم إلى ثلاث مئة من الرجال وقد وضعوا الحطب في جميع جهات البيت صحيحا أن الإحراق بدأ من الباب لكن النار لم تسري في بقية الحطب أرادوا إحراق كل الذين كانوا في البيت أرادوا إحراق فاطمة وإحراق أمير المؤمنين وإحراق الحسني والحسين وزينب التي نعيش ليلة ميلادها هذه الليلة صلوات على زينب صلوات تترى على فاطمة وآل فاطمة وإذ أسر النبي هو هذا السر هذا هو السر الذي تتحدث عنه سورة التحريم وإذ أسر النبي إنه سر عظيم سر خطير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه تحدث مع حفصة من أنك أخبرت عائشة وأخبرت أباك بما حدثتك عنه وأعرض عن بعض أعرض عن بعض لم يحدثها عن اتفاقهم على قتله هذا هو الذي أعرض عنه هذا تفسيرهم لقرآنهم حديثهم الشريف هو الذي يفسر قرآنهم ولذا فإن الآية جعلت في مواجهة هؤلاء من إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت مالت قلوبكما عن النبي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لا يمكن أن الله يتحدث بهذا اللسان بخصوص قضية نسوية محدودة الأمر كبير وكبير جدا تحدثت عن هذا في برامج سابقة وبالتفصيل يمكنكم أن تعودوا إلي لكنني جئت بهذا مثالا مع الأمثلة التي وضعتها بين أيديكم من أن الوقائع التي تتحرك على الأرض لها وجه خفي لها وجه سري المذهب الطوسي مذهب عباسي لماذا لم يتحرك إمام زماننا لإيقافه لأن الأمة تستأهل تستأهل ذلك هناك وجه خفي في الموضوع ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لماذا مذجنح كثير منكم الأمة مالت بقلبها جنح جنح الجوانح هي المشاعر الداخلية الجوانح العواطف الباطنية قلب الإنسان وجدان الإنسان هذه جوانح الإنسان مذجنح جنح بقلبه نحن نتحدث هنا عن دين عن عقيدة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا العهد هو عهد الغدير وهذا هو الذي نقضه أبو بكر وعمار وهذا هو الذي نقضه العباسيون والأمر هو هو مع بني إسرائيل لقد نقضوا غديرهم نقضوا غدير هارون بني إسرائيل حينما عبدوا العجل وأرادوا قتل هارون لقد نقضوا غدير هارون بحسبه وبحسب ديانته مدارنا عند الغدير وأول معلم من معالم المذهب الطوسي اللعين نقضوا بيعة الغدير وأعتقد أني عرضت من الأدلة والوثائق والحقائق ما فيه الكفاية وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر